السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم في قناة اخبار اليوم. اتمنى قبل ما نبدأ في موضوع الفيديو لو انت مشترك في القناة تضغط لايك. لو انت مش مشترك ومهتم بالاخبار اليومية ياريت تضغط اشتراك زي ما بيان وصوت حضراتكم. واتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد يوميا. يلا نبدأ في موضوع الفيديو. شروط منح جنسية السعودية للوافدين. اصدرت المملكة العربية السعودية. عدد من الكرارات تتعلق بالتسهلات التي قدمتها المملكة للوافدين والتعديلات التي جاءت فيما يتعلق بالاقامة والدخول. اضافة الى منح الوافدين اقامة الجرين كارد البطاقة الخضراء. ومؤخرا اعلن مجلس الوزراء عن البطاقة المميزة. واوضحت ان اجراءات منح الجنسية السعودية للمختربين والاشخاص الراغبين في الحصول عليها. خاصة مواليد السعودية. وابناء المواطنات والمستثمرين والتجار والعديد من الفئات الذين يطالبون بالحصول عليها. مؤكدة ان شروط مبسطة وسهلة ومعايير محددة لمنح جنسيتها لاربع فئات من الوافدين. ونصت تلك الشروط على ان يمنحوا جنسية بعد استكمالهم لما تطلبوا الاجراءات بشكل قانوني ورسمي. شروط منح الجنسية ان يكون شخص يحمل الشخص جواز سفر ساري من بلده الاصلي. يكون المتقدم الجنسية دخل الى الاراضي السعودية بطريقة مشروعة. تمضي على اقامته بطريقة نظامية في السعودية عشر سنوات متطالية على الاقل. يكون من اصحاب المهن التي تحتاجها السعودية. الفئات من الوافدين الذين يحق لهم الحصول على الجنسية السعودية. منح الجنسية السعودية لمواليد السعودية والمقيم لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة واضافة الى ابنائهم. منح المتزوجات من سعوج جنسية السعودية واضافة ابنائهم داخل وخارج السعودية. منح المتزوجين من سعوديات الجنسية السعودية واضافة ابنائهم. الوافدين المستثمرين القبار والذين يدفعوا الرسوم كاملة للحصول على الجنسية أبناء الجنسية اليمنية المجنسين وبخصوص الرسوم نص قرار على أن تكون رسوم الجنسية للحاصل للرسوم الذي يدفعها المواطنة الصعودي ويتم تحديد تلك الرسوم بشكل دقيق عند طلب الحصول عليها من قبل وزارة الدخل أتمنى ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكم الأخبار الجديدة يوميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته